ما اقترى بتأسيس نقاط بالجديدة إلا أن الأمير لم يصرح رسميا بأية معلومة عن ترشحه وهو من كان قد قضى عشرة السنوات داخل ماسفيرو تدرج في المناصب حتى وصل لمنصب رئيس التحاد الإذاعة والتليفزيون وهو المنصب الذي أقيل منه أبريل الماضي بعد عدة أزمات مر بها ماسفيرو في عهده مراقبون أرجعوا إقالة الأمير إلى عدم قدرته السيطرة على ما يتعلق بتوجه المذعين والمهنية المفروض أن تكون عليها الرسالة التي تخرج من ماسفيرو الذي يعد صوت الدولة الرسمي في وقت يجب أن يتضفر فيه الأعلام الرسمي للدولة والأعلام الخاص للتوعية بالمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لحين انفراج الأزمة وهو ما كان قد أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال إن جمال عبدالناصر كان محظوظا بأعلامه في إشارة إلى أهمية دور الأعلام في دعم الدولة أزمات عديدة مر بها تليفزيون في عهد الأمير منها انقطع الكهرباء عن المبنى بأكمله وتزايد المديونيات على الاتحاد وتراجع نسب مشاهدة التليفزيون وفشله في استخدام مورد التليفزيون وكوادره أزمات ما زال يعاني منها ماسفيرو حتى بعد رحيل الأمير حيث يواجه ماسفيرو في الفترة الحالية أزمات مادية وإدارية وأصبح عبئا على الدولة من خلال إهداره ملايين الجنيهات وهو ما دفع لجنة الإعلام بمجلس نواب بتفعيل عدة قوانين لضبط العمل الإعلامي على رأسها إنشاء نقبة إعلاميين وقانون تنظيم العمل الصحفي فلا أحد يقبل بفكرة استبعاد ماسفيرو أو خصمه من قوة الدولة والمطلوب إصلاحه وليس هدمه أهلا بحضرتكم عدنا بعد الفصل لو تذكروا منذ عدة شهور كان ضيفي لأستاذ عصام الأمير عندما كان يتقلل منصب رئيس انتحاد الإذاعة والتلفزيون وكان الكلام كله عن أوضاع ماسفيرو أوضاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووقتها كان ضيفي العزيز لأستاذ عصام عنده أحلام كثيرة وقال لي على ملامح ما أسماه هو بالخطة لتطوير ماسفيرو سواء فنيا وإعلاميا أو حتى ماليا وخروج ماسفيرو من عثراته ثم رحل عصام الأمير ثم أتى عصام الأمير الآن ضيفا عزيزا علي في البرنامج ليتحدث أعتقد بطلاقة أكثر وبحرية أكثر وبتحلل من قيود المنصب وأعتقد أن فيه بعض الكلام المختلف زيك يا زيزي العصام زيك يا تامر الحمد لله على السلامة وبنور تقريبا من أخي اللقاء حوالي سنة سنة تقريبا وتقريبا يعني ما عملتش حاجة في النص يعني أخير حاجة عندي وأول حاجة عندي كمان في الغالب يعني غالبا صح يعني ممكن بعد التصريحات الصحفية بعض الحاجات لكن لكن لقاء لقاء لكن أنا عايز أقول لك يا تامر أن أنا يعني ممكن أول إطلالة طبعا أخر إطلالة كان مع حضرتك وأول إطلالة تلفزيونية برضو مع حضرتك وضع شرف مين أنا اللي ليه الشرف وبرضو حتى صحفيا أعتقد يمكن بس من قيمة أسبوعين لما أجريت حوار صحف إنما كنت أصدها إن أنا يعني أبعد من المشهد قليلا حتى أرى بشكل أفضل وأنا أكون يعني مرتاح للكلام اللي أقوله تمام أنا أنت عارف أنا ما أحبش اللفو الدورة كتير أعرف عنك كده ربنا يا كرمك مشيت ليه أعتقد إن الدولة بشكل أو بآخر لو قلنا كان عندها مثلا دايما لما بيبقى فيه خطة مثلا بلان A واضح إن كان فيه في الكواليس بلان B وبشكل أو بآخر قررت إنها تدفع بلان B اسفجأة فكان لازم يختفي كل من وراء الخطة ألف لأن شغالين عليها وكده مش ينفع تكمل أو تتغير الخطة في وجود عامل أساسي من عوامل الخطة إيه أعتقد ده في تصوري بمنطقة الصراحة للسبب ما كانش ينفع إن أنا أبقى موجود للخطة بيه اللي الدولة كانت حطاها أو قررت تدفع بيها طيب وهي القطة B دي مع كامل الاحترام إحنا متابعين مش شايفين إنها تغيرت إلا في الشخص يعني أسدأ كلام عنك وأفهم منطقيته لو قلنا إنه فيه بلان A أشخاص بفكر بسياسات الدولة قررت إنه طيب شكرا والآن دخلين بأشخاص جدد ينفذوا فكر وسياسات بتاعت مرحلة مختلفة تتحكي إيه إلا أنا خايف منه يا شمر إلا أنا خايف منه إن تكون الخطة بيه قايمة على استبدال كيانات يعتمد عليها غير اتحاد الإزعاء والتلفزيون وطبعا في تصورهم ودعا حقيقة إن كيانات كيانات أعتقد يستبدلونها بما سبيلو أعتقد كده هوت وإن ده كان يبقى صعب في وجودي لأن من المؤمنين طبعا أنا ابن من أبناء اتحاد الإزعاء والتلفزيون وأعتقد الجهد الكبير اللي بزلناه يمكن في اللي حضرتك أشارت إليه في البداية أنك كنت في محاولاته في خطط صحيح للإصلاح المالي والإداري والهيكالي وخلافه فكان طبيعي إن أنا مش أوافق على إن حل يحل محل مسبير أو اتحاد الإزعاء والتلفزيون فكان لازم عصاب الأمير طبيعي طبيعي كأنك بتغير خطة نادي بالكامل فطبيعي لازم يمشي المدير الفني لأن خطتنا الجديدة قيمة على حاجات جديدة ده أخشى وأتمنى إنه ما يحصلش لأن اتهيأ لي رؤيتي ومش منحازة لإتحاد الإزعاء والتلفزيون إتحاد الإزعاء والتلفزيون كإعلام خدمة عامة الأصول يبقى كده إعلام للشعب بكل تواقفه دي خدمة لا يستغنى عنها على الإطلاق مع احترام الكامل لوجود لعبين آخرين في المجال بالعكس ده يحسن ورئة الإعلام لا يتنفس إلا بأراء مختلفة ووجهات نظر وده طبيعي إنها تبقى وراء مؤسسات إعلامية مختلفة كتيرة كل ده يحسن المناخ الإعلامي ونبقى مستفيدين منه إحنا كإعلاميين لكنه لا يلغي بند الخدمة العامة الصرف الذي يقوم باتحاد الإزعاء والتلفزيون وهو ليس أوجهه متعددة ليست برامجية فقط ليست إخبارية فقط إنما يتعدى لدراما لرياضة لبرامج ثقافية وقبل كل ده في رأيي أمن قومي أعتقد على اللونجران إنه إن دي أحد أعمدة دولة أعتقد دولة بتبقى قوية وغلينا نضرب مثال طب أبل المثال يا أستاذ عصاب يعني هو مش غريب إن أنا وحضرتك وكل المؤمنين بما سبيره وفهمين هذا الكلام ثم تأتي الدولة ولا تنفذه أو على الأقل تبدي بعض الأفعال اللي تشير لنا إنها مش مؤمنة بالكلام ده أو مش فهمها أو مش وعيا زينا يعني إحنا أكيد مش عبقرة يمكن مستعجلين شوية يمكن خايفين أنت عارف خلينا أقولك بجد بصراحة خلينا نقول الإعلام بقى بعبع بين عليه بعبع للأنظمة بعبع للحاجات في وضع مثلا خلينا نقول شبه برضو نبقى واقعيين في وضع زي دولتنا شبه سيولة في البعض بيخليهم حذرين قوي مستعجلين على كيان مش مستنين يصبروا على حاجة سوري تستوي بالراحة تتصلح بالراحة حبيبي أنا مش مستنيك مش فضيلة بس الكنان ده برضو استعجليني خليني أنا أنا لو أنا موجود كصانع قراري خليني أتمسك أكتر بماسبيرو يعني إذا كان تعظم دور الإعلام لهذه الدرجة وإنه بقى حسب وصف حضرتك بعبع في كثير من الأحيان للأنظمة أو للحكومات أو لكذا ده يخليني أتمسك بتلابيب ماسبيرو لأنه أنا عارف أنه هو يعني رأس الحربة في البعبع ده أو هو ده يعني القاطرة للأسف يا أستاذ تامر ده اللي هيوصلوله بس بعد ما نكون فأدنى فترة طويلة كان ممكن يتم فيها أصلاح حاجات كتيرة بس إحنا وإحنا طول حياتنا أنا واحد عن نفسي بقالي حوالي فوق الـ 32 سنة في مجال الإعلام لن يصح إلا بوجود مبنى اتحاد الإزاع والتليفزيون اللي يمثل الخدمة العامة اللي في هذا المجال للأسف يمكن مش مدركينه ده دلوقتي لكن هيحسوه بعدين بس بعد ما يكون فات فترة كان يمكن فيها إصلاح الحال والدفع قدما حتى للعملية الإعلامية في مصر كلها مش بس على مستوى الخدمة لو مشينا مع السيناريو اللي حالاك بتطرحه وده طبعا وجهة نظري طبعا ما أنا بقول لك السيناريو اللي حالاك بتطرحه لا ما تلقش أنا ما حب أشيال كل واحد شيلته ما تلقش وانا حمار هل تعتقد أنه تفكير الدولة وفقا للسيناريو حالاك بتطرحه أنه الدولة الآن لا تستطيع الصبر وتحمل أعباء ما سبيرو فأرجعت هذا الملف إلى مرحلة لاحقة وتوجه الدولة إلى أنها تدعم مجموعة من القنوات الخاصة والفضائية وتنزل كلاعب وسط اللاعبين في هذا الملعب الفضائي الخاص هل تعتقد أنه ده نوع من أنواع موجهة النظر اللي بتقول أنه السوق دلوقتي هو سوق الإعلام الخاص فخلينا نافس فيه بدل من نافس في ملعب غير الملعب يعني ممكن يكون ده طريق التصور تفكير خلينا أقول لك أنه واضح أنه هو ده اللي كان يعني هم اقتنعوا باللي حضرتك ده بتقول ومع استعجالهم ومع حالة برضو السيولة خليتهم يدفعوا سريعا لحاجة مش مستعد يستنى لها لكن أنا عايز أقولك بمنطقة الصراحة أن تقوية إعلام الخدمة العامة هو تقوية لإعلام بكل عناصره يعني الإعلام الخاص أنا عايز أقول العملية أكبر من كده وانت عارف بيمثل إيه اتحاد الإزاء والتلفزيون صحيح ممكن حتى في اللقاء الماضي إحنا استشعرنا دور قد يكون في الخفاء لأبناء اتحاد الإزاء والتلفزيون وحتى ضربنا مثلا أن معظم القناوات الخاصة حتى الكادرات الفنية فيها ما كانش معظم إعلاميها من أبناء اتحاد الإزاء والتلفزيون فهي مدرسة بتخرج وبشكل أو بآخر بتفيد الإعلام وعلى فكرة مش مصر بس كمان وعلى ما العربي ده مش عايز أقولك أن الواحد لما كان بيسافر كانت أدئير أبتو بتعلق في السماء لما يلاقي أبناء اتحاد الإزاء والتلفزيون ففي النهاية أنت إزاي تخسر معهد أو مصنع بيفرخ لكل هذه الجهات أو لو أنت سكيت عليه طيب مين اللي هيمد الحاجات دي بعد كده بهذه العناصر مين اللي هيمد الساحة الإعلامية الكبيرة دي القوى النعمة دي اللي كانت موجودة طب ممكن ألف الصورة بزاوية تانية ربما يعني حط نفسي مكان صنع القرار اللي فكر بالطريقة اللي احنا بنترحها دي أنه دلوقتي يزبروا على ماسبيلو شوية وخلونا نلعب فيه ملعب الإعلام الخاص والنافس فيه لحد ما ربنا يهزن في ماسبيلو لو أنا مشيت بالمنطق ده ممكن وحراج كنت في المطبق بقى فأقدر واحد تجاوبني هل فعلا وصل الإفساد والإهمال في ماسبيلو إلى درجة أنه بجد بقى صعب الحل وفعلا الوقت بحتاج وقت طويل من كتر ما الإهمال وخد بالك أنه إحنا بنتكلم على فترة كمان إحنا دي اللي بكلم فيها الناس الوطنية المؤمنة من مصرية وكذا ما كناش مسؤولي عن ماسبيلو ماسبيلو اختطف لفترة من إيدينا صلاح عبد المقصود على صفة حجاز ده زعف صفة حجاز عمليه بعد ها يعمليه وسود ففي النهاية في فترة اختطف فيه حتى ما كناش نعرف بيحسن إيه في ماسبيلو ده حقيق فربما هذه الفترة أدت إلى زيادة الحمل وزيادة الصعوبة بمكان أن أنا مش هقدر أحل في يوم ولا اثنين ولا سنة فده اللي خلنا نروح للسيناريو بلي قد يكون برضو وجهة نظرك حضرتك دي هي اللي اقتنع بي صناع القرار أو المسؤولين عن اتخاذ القرار لكن أنا لازلت مصر على أن العملية كانت تستوجب البدء في الخطوات خصوصا أن حضرتك بتقول طيب ده يمكن هاخد فترات قديلة لا إحنا كنا ابتدين خطوات يا استستامي أي بس كنت حجيب نتيجة سريعة كان في الغالب أنه إحنا بإذن الله تعالى كنا لو كنا ابتدين في الخطوات اللي إحنا شرعنا فيها في الإصلاح خصوصا المالي اللي هيالي الإداري وكده بالإضافة أنه كان مواكب لده لمجموعة من الإصلاحات اللي بشكل أو بآخر طالت بعض البرامج والظهور بنوعية معينة في بعض المجالات المختلفة خصوصا في الراديو في برنامج كبير مثلا كان أنا مصري كان موجود محطة النيل للرياضة كانت ابتدى يبقى لها دور بارز ومساحة إعلانية ومساحة تواجدية كبيرة كانت فيه خطوات ممكن تتكلم إحنا لما جينا نتكلم على حل المشكلة بتاعت الدين ويمكن أنا أعرضتها لحضرتك في المرة اللي فاتت إحنا كنا نتكلم على إرس من الدين وصل لـ 23 مليار وكان بادي من أيام وزير الإعلام صفط الشريف ويعني أستاذنا الراحل أمين بسيوني كان موجود وكان عارف الحكاية دي بتفاصيلها إحنا كان كنا نبتدين في خطوات لحل هذه المديونية بالكامل وقلت لحضرتك أنه كان عن طريق ثلاث محاور محور الترددات في التحول بالبس من الأنال وده كنا متفقين معها مع وزارة الاتصالات بالاتفاق مع رئاسة الوزراء ومع أعلى قيادة موجودة في البلد كان فيه الأراضي اللي مخصصة لمسبيره اللي لسه في حاجة إليها مسبيره وهي الأراضي الحكومية سمينتها وقلنا هنت سلمها البنك لإستثمار القومة عارفين أنت يعني إيه تحل دين قيمته 23 مليار وتتحلل وأقدر أخذ حصتي من أرباحي مثلا من شركة كبيرة زي شركة النايل سات أخذ أرباحي من مدينة الإنتاج الإعلامي أخذ أرباحي من شركة الـ CNE المسؤولة عن التشفير بالإضافة اللي النهضة مثلا أنتجنا عملنا دي برضو من الخطوات اللي كانت عملت شركة راديو النيل كبداية للزراعة الاقتصادية للإتحاد الإزاع والتلفزيون كان يليها شركة تلفزيون النيل ثم شركة النيل للخدمات الفنية ثم شركة النيل للإنتاج الدرامي كل دي تتحول في خلال 3-4 سنوات يعني زي شركة الراديو اللي ابتدت بسم الله ما شاء الله بإذن الله تعالى بسم الله ما شاء الله هيعدي يقرب من المتين مليون جنيه لما كانوا يجتمعوا العناصر دي كلها كانت حتى هتشيل عبء كبير عن الدولة في النحة المادية ويبتدي اتحاد الإزاع والتلفزيون يتوفر النيل من الرصيد اللي يخفف العبء تماما في خلال مثلا كنا بنقول 5-6 سنين تماما عن الدولة وفي نفس الوقت يبقى عنده الملاءة المالية أنه يبقى يعمل كل ما يحلم به كل ما كان ينقصه لكني خلينا أتوقف عند نقطة حضرتك قلتها أن هل الإفساد والإهمال لدى ما سبيره لا أقسم لك بالله تحاد الإزاع والتلفزيون بجد فيه من ولاده فيه مختلف المجالات مهندسين مخرجين إعلامين وإنت قدرى يا تامر وبجد اللي موجودين على الساحة بجد النجوم حقيقيين وناس كويسة جدا جدا بس تخيل أنك أنت لاعب يا تامر كل ما حد يطلع في كل وطرة ما يفكركش غير بأنك يا فاشل يا فاشل صحيح بلا شك أن ده بيحمل لك نوع من الإحباط يعني تخيل أنك أنت وانت جاي لبرنامجك وانت شوف النهاردة وانت فرحان قد إيه بالسعادة وكأن مثلا سوريا أنت المدرس الأستاذ عيون اللي حلت المشكلته أو سوريا لك قريب لقدر الله متوفي والحمد لله تحلت المشكلة قد إيه بتبرنامج تخيل لو العكس اللي بيحصل أنك محبط تماما وانت داخل برنامجك لا شك أن ده كان بيأثر لكن إن ما سبيرو مليانه أو عنده القدرة البشرية أنه يقوم تاني لا طبعا يقدر يقوم بدرجة كبيرة اللي حالك بتقوله أنا مختلف بيه من اليوم في المية ويمكن حتى أنا اتهجمت في بعض المرات خلال بعض الهفوات اللي حصلت في ما سبيرو خلال الفترة سواء كانت في الفترة اللي كانت مسؤول فيها الأستاذ الصفاء أو حتى في فترة لما كان بيأحصل فيها أخطاء في التليميزيون وأنا كنت مطلع هنا يمكن لحنين للتليميزيون وكذا كنت مقول لهم يا جماعة يعني أرجوكوا لا تثقلوا على ما سبيرو بدل ما تنتقدوه وتقولوا أنه هو بيغلط وقفوا جبه صلحوا عشان ما يغلط لكن زي ما أنت حاجة بتقول طول الوقت يا فاشل يا فاشل يا فاشل التمرحة اشتغل ليه وأنهي روح معنوية وكذا زي ما حصلوا مرة في حوار الرئيس لما اتحط بتاع كذا مكان كذا ومرة لما حصل مش عارف مديع عمل وكذا قلتنو يا جماعة طبيعي جو العام لازم يؤدي لكذا فبدل ما تعدوا تسلقوا تضرب في الماء يتحرام لا أوقفوا جنبه علشان أخطاءهم ما تتعملش لكن للأسف الشديد زي ما حالك قلت أنه يبدو أنهما قالوا أنه هو بليس كيس أو أجلوه خلينا نقول لازلت على أمل أن الدولة تعرف أن دي مؤسسة كبيرة بس أنت عارف أن اليوم اليوم تأجيل بسنوات من العمل يؤسفني يا تامر ويونك من قلتها لك أنت لو تشوف الكتاب اللي اشتغلنا فيه مع الوزير الرائع الصادق أشرف العربي ومع مجموعة خبراءه مع أبناء اتحاد الإزعاء والتلفزيون عشان نعمل خطة الإصلاح المالي والهيكالي والاتحاد الإزعاء والتلفزيون في الشكل الجديد لما تبقى الهيئة الوطنية لإعلام المسموع والمرئي وإزاي يبقى فيه إعلام الخدمة العامة ثم له الزراعة الاقتصادية لو تعرف الوقت والجهد اللي عملناه ويقسم لك بالله أن الكتاب لازال موجود لدى السيدة وزيرة التخطيط الجديدة أرجو أنها تطل عليه وتدفع به قدما لأن ده ما كانش بنعمله لعصام والتامر طبعا البسبير ونعمله للمبنى وفي النهاية لمصر القوية دي كان كلها أعتقد جهد ينبغي أنه إحنا أو غيرنا طبعا ينبغي النظر إليه بشكل أو بآخر طيب هنروح لفاصل بعد الفاصل هسألك في فكرة الأفكار يعني عندما تقرر الدولة أن يرحل أشخاص كمان لازم الأفكار ترحل معهم كمان لازم شغلهم يرحل معهم لازم الكتاب يخدوه معهم ومراوحين بعد الفاصل وسألته قبل الفاصل عن يعني رغم أن مصر حصل فيها تغيرات تهد جبال وثورات وإصلاحات سياسية واقتصادية لكن سلو بلدنا لسه موجود أنه اللي يمشي يمشي مع كل حاجته الشخص يمشي بأفكاره بسياساته حتى بالبرامج اللي كانت موجودة وإن كانت إيجابية بس في النهاية اسمها بتاعت فلان حتى رجالة فلان يعني الفكرة دي من عام الفراعنة ظهر لسه موروسة عندنا تقريبا يا تامر ودأي يعني يوسفني لأن الجهد بجد الكبير اللي مش بس أبناء اتحاد اللي زعوا التلفزيون وأنا كنت شرفت أنه كنت على رأسهم بزلناه مع خبراء وزارة التخطيط جهد حرام أنه يضيع حرام أنه يضيع بغض النظر ده المشكلة كمان ظهر أنه دي لعنة الكتاب أشرف العربي نفسه مشي يعني وضع النظر الكتاب ده أتمنى أنه ما يكونش عارف زي لعنة الفراعنة دي لعنة الكتاب عصام المشي وهدي كمان أشرف العربي يمشي يا أخي ده يسئني لكن عشمي كبير بإذن الله تعالى أنه يعني أن مصر بعد صورتين ما تواش بتفكر بنفس الطريقة وأن يكون أملنا أن يكون لسبب أو لآخر قرروا تأجيله ولكن ليس الغاءه أو عدم النظر إليه فلينظروا إليه نظرة أخرى يعدلوا ما يعدلوا فيه يطوروا اللي كان محتاج منه أين كان فيه قصور في شكل أو بآخر إنما على الأقل أعتقد أنها كانت أرضية كبيرة لحل حاجات كتير جدا 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 وحتى هو مش قرآن بس ممكن يبقى دليل إرشادي طبعا 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 بالعكس يعني يمكن البلاء عليها يأتي إنها كانت مرحلة يعني أنا عايز أقول لك إن 3-4 مثلا كانت الأفكار اللي كانت موجودة فيه أخسم بالله إنها كانت أفكار سابقة وطرحت سابقة حسبونا إن إحنا حولناها إلى برنامج عمل وبرنامج يمكن أنت كنت تفتكر وإنت كنت ساعتها في في اتحاد يعني موجود على الشاشة الكبيرة في برنامجنا الكبير في مصر النهاردة كانت ياما خبراء من بره إحنا استفدنا من الحاجات دي كلها استفدنا حتى أيام الوزير درويش لما كان وزير التنمية الإدريكس جبنا كل الحاجات دي على بيت الخبرة الأجنبي اللي كان أيام أناس الفي ووضعنا كل ده وأضفنا إليه وعملناه فهو في النهاية كان جهد حتى السابقين لنا ليس إحنا لوحدنا وعملناه في شكل علمي ببرنامج عمل بخطة بشكل كمان يعني طول عمرنا كنا نقول التحديد زعوة التلزيون وهي أخدمية ولا هي أقتصادية التهدف للربح ولا 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 حددناها في هذا المصار فعلى الأقل أرجوك أنظروا إليه بغض النظر عن كذا ابنه عليه إلغوا فيه ما تلغوا فيه أنا أوعدك أنه ده كمان حيبقى متابعة مننا مع وزيرة التخطيط الجديدة خصوصا أنها أعتقد يعني قيمة وقامة طبعا ست متفتحة وتفهم وأعتقد أنها مش هيرضيها دورها كمان كانت اقتصاد وعلوم سياسية الصراحة صحيح عميدة للكلية كان لها رؤية جميلة ورائعة أتمنى أنها بإذن الله تعالى لأن أعتقد وزار التخطيط دي بشكل أو باخر أنا بعتبرها مخ مصر مخ مصر ده البفروغ ده البفروغ يعني لما كنا بنقدر أشرف العربي أشرف العربي هو صاحب منظومة 20-30 عشان كده إحنا استغربنا اللي مش هي على الأقل أن الراجل ده اللي عارف الخطة الرأسية لكن قد يكون لسبب أو لآخر حصل البتاع بس على الأقل خطة 20-30 معروف أنها لازم تكمل يا رب لأن أشرف يا رب نتمنى نتمنى على أمومة 20-30 هانت قال أيام بتجني بس إحنا عملنا خطوات للأمانة يعني مثلا للأمانة برغم حالة يعني زي ما سامها الرئيس شبه الدولة اللي احنا فيها لكن على الأقل الخطوات اللي اتعاملت في الاقتصاد في شوية بعابيع كده كنا بنخاف منها صح بعض الغاء الدعم أو تخفيفه تدريجيا أو النظر فيه أو تعويم الجنيه أو 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 أدينا كسرنا التوهج صحيح الناس مستحملة جامد لكن حسبوهم بجد أن على أمل أن البعبع الكبير اللي كنتم بتكلموا عليه يسيدي نستحمله مع بعض بس على الله بكرة بإذن الله يبقى بإذن الله تعالى فأنا لنا بتمنى أن هكذا وإحنا في مرحلة إزالة هذه التبهات اللي كنا بنخاف منها فنتقدم وأتمنى برضو بجد للأمانة زي بعبع الإصلاح الاقتصادي ده ما يقاطينا فيه خطوات بحبع الإصلاح السياسي لازم مصر تخطو فيه خطوات بجد نحس أن مصر بعد صورتين سياسيا فرقة ومشية لقدام صحيح ده كان مظبوط قبل ما سيب الماضي شوية وعليك قلتلي أنه سبب الرحيل من وجهة نظرك هو أنه دولة قررت أنها تستعيد ببلان بي عن بلان ايه بالأشخاص بالرموز بكل شيء ده من حيث الفكر العام لكن هل فيه موقف أو مواقف عجلت بالرحيل كانت سبب أو هي كانت القشة أو هي الشرارة لا اتقلت حاجات كتير يا تامر بس أنا لا أعتقد للأمانة يعني يعني مثلا اتقل فاكر أنت فيه بعض تجاوزات بعض المزعين بيها بعض المزعين وكلام منها ما احترمنا الكامل لوجهات النظر المختلفة وقتها ساعتها تقال أنه عصام الأمير مش قادر يسيطر على مزعين أنا كنت من أنصار أولا أنا من الناس المؤمنين أن الإعلام لا يتنفس إلا مع الحرية لو ما فيش حرية يبقى بجد ما فيش إعلام وإحنا بندحك على بعض بشكل أو بآخر بعض الأحيان يبقى فيه تجاوزات علينا أن تتحسب عصام الأمير هل هو حاول يعمل بشكل علمي هذا التجاوز يرصده ويحقق فيه بشكل منطقي ولا كنت عايزه يبقى سيف بطار أو كلام منه يعني أنا فاكر لما حصل البتاع دي بمنتهى الوقار عملت لجنة فيها الأستاذ حمد كونيسي فيها الدكتور حسن عماد فيها سنق منصور هل دي ناس مش قامات إعلامية يعتد برأيها اتفضلوا وقلوا لنا نعمل إيه قالوا واحد أو اتنين فيه تجاوز لأن موضوع البرنامج ما يستأهلش هذا الرأي كان فيه هنا خروج فيه شخصانة أو كلام من ده ونرجو إحالة الموضوع للتحقيق وكلام من ده حملنا التحقيق وقالوا يكتفوا بإنذار معاقبات ده مش مواجهة وأنا لازم تامر قال رأي بزغض النظر عن إنه خطأ أو غير خطأ أو تجاوز أو غير تجاوز عملنا إجراء وعليه الرجل تقبله وخلاص ولا المطلوب إنه تامر يمشي تماما قصاد أي خروج على لونجران مش هتلاقي حد يتكلم مش هنلاقي حد يتكلم وده مش كويس أنت لما الناس بتتكلم يا تامر أنت بتعرف إيه اللي حواليك الدنيا إزاي تكلم حتى أراك أعرف المشاكل جاية منين يعني مثلا أنا يؤسفني في الفترة الأخيرة مثلا مثلا أنا من وجهة نظر الشخصية عصام الأمير استبعاد صوت زي إبراهيم عيسى من الوجود على شاشة إعلامية ده انتقاص من دور مصر دي كانت رؤية ووجهة نظر مختلفة بتطرحلي شكل أو بآخر وبجد علينا أن إحنا هذا الرعب من الرأي الآخر أو الخوف منه بالعكس والله لن نتقدم إلا بمعرفة إن أنا عنها تبقى شايفة كل البلد بتتكلم في إيه وإيه اللي همها وما يجمع عليه الجميع أو إيه هو اللي الصح علينا أن إحنا نسلكه وبمطالقه إنما برضو أعتقد الدولة يجب إحنا دولة كبيرة دولة صغيرة إحنا مصر بجد فينا عبق بغض النظر على طبيع مستوانا الاقتصادي أو كده لكن فينا عبق حضارة وفينا إحنا محناش زي الدول اللي عمرها بضع مئات سنين وكده لا ده إحنا مصر ما الدولة قوية يجب إن إحنا بجد وبعد صورتين إن إحنا نستمع ومش كل حاجة حتى الطريقة أنا آسف يعني يؤسفني إن حاول تحويل النائب عام لا لا ينبغي استعامل 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 إنه برضو في المحور اللي حالك بتتطرق إليه ده أنا برضو ما أقدر شلوم إلا برضو الدولة فيها ليه لأنه طالما أنت المظلة الكبيرة غيبة المظلة دي هي فكرة القانون يعني أنا واحد من الناس اللي بشتغل الشهودانة دي المفروض وإنا قلت كانت عشرات المرات هنا في البرنامج المفروض إن أنا أبقى فرحان إنه ما فيش قانون يعاقبني أنا هنا بأطلع في البرنامج يقول لأنا عاوزه ما فيش قانون يعاسبني المجال الوحيد اللي موجود في جمهورية نفس العربية بلا قانون هو الإعلام والغريب أن الدولة من رأسها إلى قدمها بتشكو من الإعلام ومع ذلك ما حدش من ساعة دستور 2014 يو في يناير 2014 لحد النهاردة احنا بنتكلم في كام في ثلاث سنين ثلاث سنين تقريبا رئيس الجمهورية كان في يده السلطة التشريعية لفترة ثم انتقلت السلطة التشريعية للبرلمان لا طلع قانون الإعلام ولا طلع المجلس الوطن للإعلام ولا طلع هيئة المشعرف الصحافة ولا طلعت كذا ثلاث سنوات ونحن في فوضى إعلامية كاملة من اللي يلومين بقى احنا الأصول إن احنا كإعلامين احنا اللي يلوم الدولة كانوا بيقولولنا فاكر أنا عد نيام عملنا العديد من الجلسات صحيح وما بين فاكر انت لجنة يقولك لجنة محلب ولجنة الإعلاميين اللي هي الخاصة اللي عملناها لجنة الخمسين ما يسمى بلجنة الخمسين يا سيدي وعملنا ورفعنا برضو وللأمانة برضو بزل فيها مجهود كبير برضو طيب الزكر برضو أشرف العربي على فكرة للتجميع بين وجهتين النظر ما بين لجنة محلب ولجنة الخمسين ودفعناها للبرلمان وارتقى البرلمان إنه يفصلها لجزئين الكيان التنظيمي الأول والكيان بعد كده ايه المطلوب وايه القانون خلصوا البرلمان بقالوا دي يا ستاستامي أعتقد أنه أكتر من شهرين لا أكتر كبير طيب أكتر من شهرين ما طلعوش ليه الله أهل ده جزء منه إذا كانوا آه بيقولوا لنا إنه في بعضكم بيتجاوزوا كلام من ده طلعوا المجالس كي تحاسب بتاع حاجة جميلة إنه طلع الحمد لله المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين أخيرا للأمان عليها دور كبير أو اللجنة التأسيسية دي طبع طبع يعني عجب سريعا إنها تعمل مساق شرف للإعلامين إحنا كابل كده فاكر أنا الدكتورة دورية الله يمسيها بالخير حاولت تعمل بمجهود شخص يتهموها أنت وزيرة وحكومة وقد سلطة تنتزيمة جيش بقى فيه إنقابة دلوقتي فلتعمل هي قانون مساق الشرف للإعلامين صحيح تحدد مين هو مثلا الإعلامي الغير عاملين بالإعلام أصلا مثلا من نجوم الرياضة والفن وتحط لها شوية شروط مين اللي ينبغي إيه الدورات اللي ممكن يعد عليها بس رغم إننا طبعا يعني متأمل خير لإنه ده حلم طال انتظار إحنا من التمانينات وإحنا من ناضر من النصف والشريف ده حي الله يمسي بالخير يعني وإحنا منتكلم وكان ساعتها برضو الله يمسي بالخير أستاذ أبراهيم نافع لما رفض إن إحنا نخش معهم نقابة صحفيين وقالك لا 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 يعني خلوكم انتوا برة وإحنا منتساعدها وإحنا من ناضر من أجل هذا الحلم بس برضو أنا مش مستبشر قوي بالنقابة العالمين في السكة دي يا أستاذ أصلا يعني لقابة العالمين هي حتبقى النادي بتاعنا اللي بيهدف عن حقوقنا واللي بيجيب لنا مش عارف إيه حاجات كتير قوي ممكن يبقى فيه جزء بس فكرة التقنين والعقاب قوي شوية لو في لجنة تقديمية أو كذا لكن قل لي ما هلقابة صحفيين موجودة بلا عشرات سنين قل لي صحفي تعاقب عند تجاوزه عادة النقابة بتبقى منحازة لأصوات من ينتخبه طبعا فعشان كده يمكن اتفق معك في نقطة دي مصبوط عندنا الصحافة قل لي صحفي واحد تعاقب ده حقيقي ممكن يبقى يقوم بالدور ده وات المجلس الأعلى لتنصيب أيوة أحد اللجان اللي هتبقى مختصة به بتحقق في الشكاوة مصبوط عشان كده أنا بستنين هيقدي تعمل أنا بقول الاستامر تجاوز في حقي كمواطن أو كمسؤول في كذا أو كذا بعد إذنك أنا بحط مشكلتي أمامكم وانتو طروها وانتو مجلس متخصص وكلام من وهي ترتقي العقوبة التي طراها طبعا كنا حطين شروط ما تقفلش لوسيلة ولا تمنع جرنان لكنها تعاقب الشخصة بغرامة مالية أو بالمجرع إذا رأت إنه مدان طيب فليسرعوا بإنشاء المجلس العالي تنظيم الإعلام يعني عندما انتهى منه البرلمان ورفعوا إلى الجهات المشكلة الأصول للبرلمان لكوتا والنقابة لكوتا بتاعنا ثم يصدر بيهم السيد رئيس الجمهورية التشكيل البتاع فليسرع السيد رئيس الجمهورية نرجوه إذا كان آملين إذا كانوا خايفين من الإعلام فليسرعوا الجهات التي تنظمه وتشرف عليه في حدود زي ما أنت حضرتك قلت كده إنه يبقى فيه قانون وإلا ما تعدش تقول لي أنتوا بتعملوا كده ليه وأنتوا بتعملوا كده ليه طب يا فاند وطبيعي القانون بيعملني وانت حضرتك قلت لي إيه المطلوب مني أو إيه سقفك أو إيه حدودك أو كلام مني صحيح فلتسرعوا بإنشاء المجلس ثم يرتقي بالإضافة بس أطلع برضه وأقول لازم يبقى عند الدولة بجد يقين أن يعني مسالب منع الحرية أكبر بكتير طبعا هو تفتكر أنا مجنونة أنا إعلامي بأطالب بقانون تقييدي لا أنا بأطالب بقانون نحتكم إلي نحتكم إلي بس طبري عندما أنت تنفيذي مواطن عادي بيشتكي من حاجة معينة نحتكم إلي إنما ما يكونش بالمنع أنا أبسط أبسط أو أضعف الإيمان زي ما بيقولوا أنا نفسي النقابة أو الهيئة أو المجلس أو كذا يقولوا مين اللحق أنه يقعد على كرسي ده صح صح بس يعني ده أبسط أضعف الإيمان إنه زي ما حداك كده تروح عايز تمثل ينفع تمثل من غير ما تروح إلى أشرف زكي يديك تصريح من نقابة المهارة التمثيلية وأعتقد أني أستمر أن ده دور النقابة بقى في المقام بصبوط حقيقي سواء اللي هتديله ترخيص أو اللي هو قريدي من أبناء النقابة من العام هو ده كلام في مجال الإعلان طيب هلين نروح لفاصل إعلاني أخير بعد الفاصل حرجع تاخد شات مكسرات بقى كده وطيفة مع الأستاذ عصام بعد الفاصل أهلا بحضراتكم القسم الأخير من الحواري مع الأستاذ عصام الأمير وزي ما احنا قلنا حيبقى فيه شوية مكسرات كده استهلالا بشهر رمضان اللي قد اقترب شاية أسئلة بموضوعات لها علاقة ببرقيات وعنوين أعرف فيها رأي الأستاذ عصام كلها طبعا لها علاقة بالإعلام وما حول الإعلام عنك قلت لي في الجزء الأول من الكلام خالص أنه تم التفكير في أنه ننزل ملعب الفضايات الخاصة ونسيب شوية التلفزيون الدولة إلى أو حينما يصر إلى حين إلى حين التجربة رغم أنها وليدة بس ملامحها في وجهة نظرك أفادت وسهبت ممكن تكون سلبياتها وإجابياتها رغب أنها بضعة شهور بدري أن نحن نحكم عليها صحيح كيان إعلامي كبير منشأ لا شك أن مصروف عليها كويس فيها جهد كبير لكن للأمانة أنا ما أقدرش أحكم عليها سريعا في خلال بضع شهور خليني صراحة أقول ده من جهة نظري إذا كانت إذا كنت تقصد بالكلام ده دي أم سي تحديد لسه أن أنا أحكم عليها لكن في تجربة أخرى لو كانت بشكل أو بآخر يعني بشكل أو بآخر بتدعمها الدولة دي معجب بيها للأمانة عملة خطوات إلى حد كبير أنا معجب بيها أون تي في في شكلها الجديد يعني سواء بمعرحلها بأنواحها تلاتة أون سبورت أو أون لايف أو أون إي العادية أعتقد أن الحرفية فيهم والسرعة في الوصول لنتيجة أعتقد بشكل أو بآخر أنجح من وجهة نظري وإن كان بدري بدري جدا بس أنت عارف حضرتك بقى أنه أنا حماسي الأكتر ويمكن عشان يتغلس فينا زمان يمكن الأكتر من أون ودي أم سي وكذا الظاهرة الجديدة بتاعة إنشاء القنوات الإخبارية زي اللي هي سي بي سي أكسترا والقنوات بتاعة أون لايف أنا مبسوط ليه علشان طبعاً الوزع الإخباري أو الزرع البزنة الإخبارية يعني اللي جوانا لسه موجودة رقم اثنين كمان أنه ده دفول لعندنا يعني هو الزكاء أنه أنت تروح تشوف الثغرة اللي عندك فيه وتسدها بسرعة إحنا مش نقصين قنوات منوعات ومش نقصين قنوات رياضة ومش نقصين قنوات نقصين صوت إخباري علشان كده يمكن أنا والله بجد يعني شديد إعجابي بالجزء الخاص بتاع أون إن أون لايف على الأقل أنا كمشاهد مستمتع بيها مستمتع بيها كمان لأنها كمان فيه نقطة جوهرية مش عارف ليه غايبة عن معظم القونات الفضائية المواد التسجيلية اللي معمولة بشكل رائع يعني عجبني عندهم سلسلة تسجيلية كده أفلام تسجيلية حلوة يعني بس أنا فكرت الفكرة وطرقتها دور قطر في الشكل الجديد واللي بتلعبه في العقدين ثلاثة الأخرينين وعملينه الصراحة بشكل تحقيق رائع نظر أجنبية على حاجات محلية طب خد دي بقى أستاذ عصاب وقل لي دي فكرة أخوز عملية كده أخليها النفسي ولا يمكن تطبيقها أنا قلت الكلام دا من فترة ساعة لما كنت مهني قنوات دي ام سي بالظهور ومهني الشكل الجديد لقنوات قنو بتاع وانا بجد ما بقاش عندي غيرة لأنه أنا سعيد كل ما البوفيه يبقى مليان مليان عناصر غذائية إعلامية مهمة ده في مصلحة المشاه حتى تخش بوفيه تلاقي ترى ترى بعد تصناف هتقول ده بوفيه فقير غير لما تلاقي بوفيه ثري هتستبتع لازم جزء منها كمان انت تبقى عارف وانت الشيف اللي بتحضر يا تامر انت بتحضر لتسعين مليون صحيح وراهم تلتمائة مليون عربي شئتها ما بيت بجد بيتابعوه أحسنت بيتابعوه بجد كل معظم المحطات الرئيسية المصرية هي لها وضعه بأواءات ثابت عند الموطنة طيب طلبة توجه كده موجود أنا رأي ما كانش ينفع كلهم يعودوا مع بعض ويطلعوها قناة واحدة يعني مدل ما يبقى فيه سي بي سي أكسترا ويبقى فيه آآ آآ وحيبقى فيه قناة الإخبارية اللي هتفتحها دي ام سي تعرف حالك دي ام سي سلسلة قنوات فتحوا العامة والرياضية ولسه واحدة منهم هتبقى إخبارية وانت عارف حضرتك وعناك كنت مسؤول عارف العمل الإخباري مكلف قده فبدل ما يبقى فيه هدري فلوس هنا وهدري فلوس هنا مع دول يعودوا حتى إن شاء الله مع قناة النين للأخبار وكل الكوادر مع كل الفلوس مع كل الدعم بيبقى في قناة قيلة نعرف تنافس بيها العربية والجزيرة وCNN وبتاع بدل ما يبقى عندنا صغيرين كتير هستأذنك ارجع للحوار بتاعنا اللي كان تقريبا من قيمة سنة ولما جبتلي سيرت التصوركم ايه للأخبار فقلنا كان فيه في التصور وفي الطرح اللي موجود إن احنا نعمل شركة اسمع شركة النين للأخبار يكون هدفها تقديم محطة إخبارية إقليمية دولية ومحطة مناظرة لها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وكان يتعمل لها مبلغ محترم هيتغفر لها ثم مجلس تحرير ويتحط لها الاستراتيجية ثم ننطلق إلى صحيح للأمانة ده متحقق مع اللحظات بتقول إن بجد كان نفسينا بجد إن الجهد ده كله يتكمل بشكل أو بخر كنا طرحينه وكان محطوط في الاعتبار وكان محطوط حتى إن المبلغ الكبير ده يتوفر إزاي فحتى قلنا نعمل على نمط بعض الحاجات اللي كانت موجودة نجيب مثلا بنكين ثلاثة من كبارنا اللي موجودين على مصر للطيران على 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 يوفروا لنا مبلغ لا يقل عن 300 مليون جنيه سنويا مجلس تحرير محترم يختار كوادر للمحطة يختار موزعين يحط خريطة ما تتقلوش غير حاجة واحدة تتحطله الاستراتيجية إحنا عايزين إيه من المحطة كمحطة إقليمية ودولية تخاطب البتاعة وكان نفسي إنها تبقى سكاينيوز عربية جزيرة أو كده لكن على الأقل على الأقل المحاولة الصراحة بتاعة سي بي سي أكسترا وبتاعة أون تي في ويمكن أنا ميال شوية معلش ده كان مشاهد بقى عادي لا ما فيهاش ما فيهاش بس في النهاية جهد حل جهد حل جهد حل ونتبنى إنه يتضفر مع بعضه ويتضفر ويبقى له القوة نبجد ما ننساش إحنا بنخاطب مين صحيح بسرعة كده نرجع وزير إعلام لا طبعا خلاص مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكده حتى معايا ما ينفعش وزير إعلام لا على الإطلاق سوري الوزير إعلام يعني لو هنرجع به بالشكل الأديم أو التقليدي كأنه المتحدث الرسمي بإسم الدولة يطلع يوضح حاجة يشرح يعني إيه فلسفة قرار معين خصوصا في ظل مثلا يعني السيد رئيس الوزراء تقريبا ما بيتكلمش يعني ما بيحبش وكده وإن كانت الصراحة هو رجل جاد وبيبزل جهد وعطقت إنه منظم على الإعل وكده وفي بعض الأحيان مثلا يعني فيه جزء منها خلينا أقولها برضو بمنتهى الصراحة أنا مش معجب إن كل تلات ربع المتحدثين الرسميين في الحتة التقيلة السيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء يبقى سفير مع كامل احترامي يا أخوانا اسمه متحدث رسمي إعلامي يعرف بيخاطب مين يعني مش عارف مع كامل احترامي للسادة السفراء صار لأ وجهت نظر حضرت تكليها بطقية يعني شخصيات رائعة لكن ده ليس ملعبة صحيح إذا كنت عايز تراجع وزير إعلام يبقى بالطريقة دي بيشرح بيفند بيقول بيوضح قد يكون حلقة اتصال بين الكل بشكل لطيف أو آخر أهلا وسهلا بس لأمانة ما اعتقدش بسرعة كده أنا عارف أنت ممكن تسهل فيها لكن أنا عايز عنوان كده عندك تفسير للكيان اللي خرج أو لم يعد أو تاه دلوقتي ونبحث عنه مع الشرطة اللي اسمه الهيئة لعمل استعلمات أنا بس عايز أعرف هي فين يعني قبل ما عرف هي عايز أعرف هي فين ولعل المنع خير أنا عايز أقول لك أن ده برضو جزء منها يعني إذا كنت برضو بالوم للدولة إنها ليه نسيتها كده هل تعلم يا سيد الفاضل أنا بسمعش عنها حاجة أستاذ عصار بسمعش عنها الأخير ولا شر أنت تعرف أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عينة يعني أو رشحة لمنصب سفير من شهر مايو اللي فات هو صحيح لسه منفس بس إنت عارف لما أنا أقول لك أنت يا أستاذ تامر أنت رايح خلاص هتبقى سفير مصر مش عارف إيه خلاص أنا دماغي هداك خلاص يعني سري خلاص يعني حتى ما نشفاضي بقى أنا براتب تعرف سفير يعني بين العينة خلاص أنا أقول لك حرك دماغي هداك في الحتة اللي أنا أحروحها يعني دا يكفيني بس إجزامبل علشان أقول لك دا بقاله دا من شهر مايو اللي فات لما طلع هو والسفير حسام أويش قاله دا رايح بولان جاوي دا رايح مش عارف فيه بصبوط بس عشان تتخيل يعني قد إيه الكارثة مع أن والله دور الهيئة العامة للاستعلامات دا دا دور خطير جدا أنا إحنا في بداية عملي في 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 التحدي زعوة التلفزيون سنة خمسة وتمينيه الهيئة العامة للاستعلامات دي كنا بنروحها مثلا في مجال قضية واحدة زي قضية السكان فاكر كان هما بشكل أباخر كنا بنعمل إنتاج مشترك في إعلانات صحيح وكانت عاملة جاة يا رئيس أنا فاكر نعمل استعلامات دي كانت مهمة أولا كل الزيارات الرئيس الخارجية هي البوتقة أو المصدر اللي بيطلع يقول الرئيس عمل كذا وحيلتقب كذا والتقب كذا والبيانات الصحفية كذا هي اللي بتحدث المرسلين الأجانب هنا وتقول لهم إيه اللي بيحصل وحقيقة الأوضاع كانت هي اللي بتطلع تتكلم في موضوع الانتخابات رئاسية نيابية برلمانية كانت تطلع بتقول لك كذا 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 للأسف بقولك لباس معنا هلنقرر ورشان دا جاءتنا بقولك نفس عرف يا فيه للأسف أنا عايزة أزيدك بقى من سوريا أنا آسف لطيم بل أنت تعرف أن في الكينات الإعلامية الجديدة اللي طلع ما فيش دول الهيئة العامة للإستعلامات مع أنها طلعت نزلت هيئة الإستعلامات جهة إعلامية طبع يا طرى هي هتبقى تبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يا طرى هتبقى تبع الهيئة الوطنية الكلام لا بالشكل حالي بتطوله ده وضع طب أنا أقولك على حاجة حتى الإعلاميين اللي بيشتغلوا فيها يا طرى هيبقوا أعضاء في نقابة الإعلاميين ولا إيه وضعون دول بيش للأمانة الهيئة العامة للإستعلامات محتاجة يعني القائمين على الأمر يعودوا جلسة أنا أعتقد بجد والله وبالتالي كمال لازم إصباحي تغير يا صلى الله عليه وسلم يمكن مع مواكبة قديمة قوي يعني الاستعلام عن إيه حتى الاستعلام عن إيه سيادة محسن ده لبكالة 140 يمكن هو اسم مرتبط شوية بالفترة الاشتراكية مع توجيه والإرشاد وزبط التوجيه والإرشاد إنما ممكن دي تبقى ده بالعكس ده ممكن تبقى الفرونت أو المنصة اللي بتخاطب فيها الخارج بكل صورتك طبعا هي للأمانة محتاجة كوادرها اللي فيها الكويسة قوي يتنظر لها كويسة قوي 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 قيادة بجد يكون لها رؤية وخطة مستقبلية بالإضافة إنها محتاجة بجد إمكانيات مالية محترمة يتصرف عليها بدل ما أنا بروح أعمل مكاتب دعاية برسين أو صاد أو كلام لأ نصرف عليها كويسة قوي قوي وهي تقوم بالدور ده ده كانت مصبور أنا وقتي خلص وسؤالي الأخير بيقول حالك راح فين مش دلوقتي طبعا دلوقتي تروع بالسلامة إن شاء الله راح فين مستقبلا هتعمل إيه بتفكر في إيه في النهاية بجد بقى تامير إحنا ولاد البلد دي وإحنا أنا واحد من الناس مثلا ما سبتش اتحاد الإزاع والتلفزيون من يوم ما اشتغلت سنة 85 لحد ما قالوا لي اتفضل مشكورا إحنا أنهينا خدمتك تتحاد الإزاع والتلفزيون في أمريل اللي فهم أنا ما نقول دلوقتي بيشتغل في وزارة الثقافة مساعد وزير الثقافة كل احترام يعني إن هما قد يكون في خطتهم إن أنا مش مفيد لهم بشكل أو بآخر فمش بيستعينوا بي بشكل أو بآخر قد يكون ده توجه نحترمه تماما تماما في النهاية أنت حالك أصدق إنه ده منصب شرفي يعني بشكل أو بآخر أنا طبعا لأني لم يكن إلي أي شيء لكن قد يكون أنا مش مفيد لهم بشكل أو بآخر لا أتدخل فيما لا أعني لكن ممكن أتدخل على لونجران إن لو استمر الوضع على كده أعتقد إن أنا بدرجة كبيرة هتفكر إن لا داعي إن أنا أبقى في حتة محنش عايز يستفيد بيها فيه لكن في النهاية بجد بدون يتقال إن دي مبلغات في النهاية أنا تحت أمر البلد في أي حاجة قد أفيد بيها روحت وزارة ثقافة؟ روحت علشان أقول لهم مساء الخير أمروني يعني أشتغل إيه وكلام مني أعملت الوزير؟ لا طب تجرب تقامل الوزير وتقوله على فكرة مع الوزير أنا المساعد بتاع حضرتك ودينه كرتك والله دينه كرتك أنا مكتوب فيه المساعد وزير الثقافة شعور إنه يعرف يا بانديم هو عارف يعني كده فأنا تحمق عبره لكن بجد قد يكون بشكل أو بآخر مش في خطته أو على فكرة دي نقطة بس مناش علاقة من أستاذ العصام دي نقطة كمان عايزيني ما نتكلم فيها برة في حلقة من حلقاتنا وهي فكرة ما أكثر الملاصب الشرفية في بلدنا كتير عارف اللق لأ مش هينفع أقوله أستاذ العصام بوجود طب في الحلقة جاية عشانا أبقى فتح نهاية برح لا يعني صعب أنا يسف بس فينا كتير إنت متشاكين قوي إنت نائب رئيس مش عفق إليش يقول البلدايكة وإنت مساعد وزير كذا ليس يقول كذا وزي من أستاذ العصام بيقولك يعني إن شاء الله أنا ما نعوزك هنيحتاج لك ما ينفعش ما ينفعش دول كثر كثر وعلى فكرة بقى مش في أستاذ العصام موجودة هو هو أخد رانك في الحكومة وبيأخذ مرتب معلش ما ما يزعلش منه ويأخذ مرتب في إما توقفه المرتب إما تدينه شكل بالمرتب صح موافع على كده تمام صح ما تزعلش مني وعلى اللونجران زي ما أنا قلت يعني صح الكلام يزعل على الإطلاق على الإطلاق ويمكن ده اللي خلاني أقول لحضرتك إن يمكن على اللونجران لو استمر كده طبعا أنا هفكر إني لازم ومتشكر قوي لإني جبها اختصصاتها صلاحياتها اللي هو job description وتعملوا اللي تأخذ فلوس عليه لكن هي مش إعاشة مش فلوس منحة إعاشة ولا إكرامية ولا كذا ده مرتب في إما يكون في شغل بيقوم بالنسبة عصام يهم ما يوقف المرتب يهم ما يدينه شغل يهم ما توفروا لهم الكل على رأي محمد سعد في اللي شرفتني يا زعصام أنا اللي عظيم الشرف شكرا جزيلا ودايما بنسعد بيك وإن شاء الله هنسعد بيك أكيد في بواقع كثيرة أخرى شكرا نفا بشكر حضراتكم بخلصة حالية التظهر ده شوفكم بكرة في حالة جديدة إن شاء الله